السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم حني موسى من قناة فكية تقدري الفيديو ده من اهم الفيديوهات بالنسبة لشغل عجينة السراميك عايزين نعرف انه الافضل عجينة السراميك السخنة و البردة ايه مميزاتهم و ايه عيوبهم و انه الافضل ان نستخدم ايه او نعمل ايه بالنسبة لتقرية عجينة السراميك البردة هنبدأ بها اول حاجة وزي ما انتو شايفين دي المكونات اللي انا هستخدمها وحسكلكم بقى في الاخر انه الافضل ايه هي مميزات دول بالزبط ومميزات دي بالزبط عيوب دي بالزبط وهكذا يعني وزا ما انتو شايفين انا احتاج غيرة ونشا وزيت تمام زيت اكل او فازلين اول حاجة هنحط الغيرة في كوباية يعني هيكون ربع كوباية كده وعلى كوباية النشا تمام كوباية النشا دي طبعا مش كافة هتحتاج كتير جدا النشا لما تيجي تعجيني فدي من بس الحاجة اللي مش حلوة فيها لكن هي من اكتر الى يعني الوصفات اللي عملتها وكانت حلوة جدا صراحة نعمة جدا فوق ما تتخيلوا هتشوفوا النعمة بعد ما تخلص حطيت زيت زي ما قلت لكم هبتدي بقى ان انا اقلب المعلقة وبعد كده اعجم بيدي وشوية وحطي في ايدي زيت عشان اه علمها بقى كويس جدا كده خليها متماسكة شايفين بقى النعمة نعمة جدا جدا يعني مش قادرة تصور قد ايه نعمة وفضيع صراحة في الشغل دقيق هتبقى جميل جدا في اي الشغل هتبقى جميل جدا صراحة نعمتها حلوة جدا وفوق كل ده مش بتلزق خالص يعني انا مثلا جربت ان انا استخدمها بعد كم يوم بعد ما شلتها ومحطتش ايدي زيت زي ما حطت دلوقتي يعني مكتش بتلزق خالص حلوة جدا نعمة جدا 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 لو فضلت امط فيها هتفضل يعني تتمط ومش هتتقطر لمتها بقى كويس كده وبعدين حطيتها في علبة محكمة الغلق لازم تحطوها في علبة مش في كيس لو حطيتها في كيس هتلزق جدا مش تعرفوا تطلقها من كيس فأي واحد تحطوها في كيس حطوها في علبة وقبل ما تحطوها في العلبة مباشرة حطوا ورق زبدة لازم لو ما حطيتوش في ورق زبدة هتلزق اي سطح غير السطح الاملس دوت هتلزق عليه تمام ولو ما قفلتواش يعني شايفين بتتشل بكل سهولة ازاي من عن الورق دوت لو ما قفلتواش بقى كويس ما اغلقتواش كويس بتنشف بسرعة جدا العجينة دي تمام هتعمل طبقة كده من فوق مش هتطبقى حلوة خلص ننتقل بقى لطريقة عمل عجينة السراميك السخنة طبعا العجين الطريقة ديت صعبة يعني شوية بتاخد وقت شوية يعني سعبت خلينا نكسل اعملها يعني من كتر ما هي يعني بتاخد وقت يعني هبتدي ان انا احط كوباية نشا على كوباية غيره كاملة يعني كوبايتين تمام انتوا لاحظتوا في العجينة اللي فاتت حطينا نشا اكتر بكتير من الغيره لو حطتي كوباية غيره هتحتاجة تحطي نشا كتير جدا يمكن تلفت كوبايات كده نبدأ بقى نقلبهم كويس جدا لغاية ما يبقوا معجون كده في الخطوة اللي بعد كده بقى نحطها في المكرويف شوية وبعدين هنطلعها ونحطها يعني نتقلبها وبعدين هكذا ونطلعها نشوفها يعني هل هي جمدت ولا لا عشان لو نسيناها وجمدت خلاص مش هنعرف نعمل فيها اي حاجة خلاص كده بوضت ودي من الحاجات اللي بتخلي الطريقة دي يعني اه بتخطري شوية مت بتعمليها يعني بتضيعي كمنات غيرة ومونشة وكده يعني وبعد كده بقى يعني لو برضو مش يعني الفكرة بتاعت المكرويف مش هتنفع ممكن ان انت تعمليها في طوصة مثلا ما تفضل يتقلبي كتير جدا 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 لغاية ما تمسك بس زي بالطريقة دي تمام بس طبعا بتاخد مجهود قوي ومتعب عشان انت تفضل يتقلبي 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 عشان ما تمسكش في الطوصة ما تلزقش وهكذا طبعا طلعناه هي بتلزق تمام دي خطوة مهمة جدا ما نطلعاش وهي خلاص جمدة لا طلعوها هي بتلزق كده بالطريقة ديت وبعدين حطوا عليها نشا وعجنوها تمام هيروح كل التلزيق ده لما تحطوا نشا وتعجنوها شايفين بقى المطة دي تقطعت على طول ازاي ورجعوا وشوفوا المطة التانية بتاعت العجينة الاولانية طبعا في فرق جبير جدا طبعا دي نعمة بس يعني التانية انا عمنا بكتير جدا 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 لا تقارن يعني نيجي بقى الفرق ما بينهم زي ما انتو شايفين العجينة البردة مش بتلزق وسهلة التحضير سريعة الجفاف حجمها مش بقل بعد الجفاف ودي حاجة مهمة جدا مدة حفظها اطول ما يكون لو حفظتها بشكل كويس جدا زي ما قلتلك بتاخد نشا كتير جدا طبعا دي مميزات وعيوب بقى ما عرفش يعني بالنسبة لكم انه الافضل العجينة السخنة لما بتحفظيها كم يوم بتتصلب بسرعة يعني حتى لو قفلت عليها كويس جدا لو اني ستيها على النار خلاص ما تطاليش تعملي فيها اي حاجة لو جمدت خلاص حجمها بشكل كبير جدا بيقل بيقل بشكل ملحوظ جدا ودي حاجة بحشة طبعا اقل نعومة من العجينة البردة بكتير هي نعمة تمام بس اقل متاني بكتير وبتشاء يعني كل الحاجات على ما اظن مش حلوة ابدا ومين كان يتخيل ان انا كنت بعمل كل الفيديوهاتي بيها طبعا اتمنى تكونوا استفدتوا من المقارنة كما انا استفدت جدا جدا انا بقيت دلوقتي اشتغل بعجينة السراميك البردة وبس كده سلامة لا تنسوش بقى الكامنت الجميل بتاعكم بس كده موسيقى